اصحار الساحل الشمالي الجدل والسخرية خلال الفترة الاخيرة بسبب الاسعار المبالغ فيها سواء على المستوى الحفلات او الفيلات او الطعام والشراب فكم تحتاج لقي تقضي يوما بالساحل الشمالي اعربت الفنانة الشابة اميرة اديب عن صدمتها من الاسعار في الساحل الشمالي حيث تحدثت في فيديو عبر انستجرام عن موقف تعرضت له صديقتها التي ذهبت لشراء زجاجة مياه من احدى الاماكن ووجدته يطلب منها 250 جنيه وتابعت اميرة كان هيجي لساتة قلبية في الساحل صاحبتي رايحة تجيب مياه في احد الاماكن اللي كنا فيها بتطلع فلوس قال لها 250 جنيه عشان ازازت مياه اول مرة اجي الساحل الشمالي السنادي ودي كانت اول سنة برضو اسافر اكثر من مكان في الصيف خارج مصر وصرفت فيه كل سفرية اقل بكتير من اللي بصرفه في الساحل فول وطعمية بـ 1200 جنيه تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي فاطورة لأحد المطاعم بمنطقة الساحل والتي اصارت الجدل بسبب ارتفاع اصعارها بشكل مبالك مقارنة بالاسعار المعتادة في المجتمع المصري وشملت صورة الفاطورة المتداولة من الساحل وصول سعر طبق الفول العادي الى 56 جنيه والحار الى 60 جنيه بينما كان سعر ثلاث اطباق بازنجان 160 جنيه وعشر الغرفة 30 جنيه لتبلغ تكلفة الفاطورة بالكامل اقصر من 100200 جنيه فيلا بـ 100005 كان الحدث الابرس في ترند الساحل الشمالي هو توافد وتزاحب العديد من المصريين على حجز فيلات الساحل الشمالي حيث يصل سعر الفيلا الواحدة الى 105 ملايين جنيه وتبلغ مساحة الواحدة 580 متر مربع وفقا للمنشورة المتداول فان عدد الوحدات المعروضة حوالي 300 واحدة باجمال حجوزات 34 مليور جنيه وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي توضيح اسعار الحجز في فنادق العالمين بمنطقة سيدي عبد الرحمن حيث يبلغ سعر الحجز داخل الفندق مليون جنيه نظير الاقامة لمدة 6 ليالي على ان يتضمن الحجز وجبة الافطار فقط وبالتحقيق في هذه الصورة المتداولة تبين انها ليست بجديدة وانما تعود الى نفس الفترة من العام السابق حفلة بمئة الف جنيه كما اصارت حفلة السحل الشمالي ايضا الجدل حيث احيا الفنان عمر دياب حفل غنائي وصلت اسعار باقات التذكرة الى مئة الف جنيه مصري للطاولة ترجمة نانسي قنقر